ايه التعليقات اللي عند حضرتك في التحكيم دلوقتي؟ التعليقات يعني الشاكة هو دايماً الأخطاء المؤثرة عن تلك المباريات صحيح انت أي أخطاء ممكن تتقبلها كفرقة أو جمهور أي فقاية كان الفريق لكن أخطأ مؤثرة على تجيب المباريات هي دي المشكلة صحيح فلما تكتر الأخطاء اللي تؤثر على تجيب المباريات هتلاقي الناس بتتكلم والناس بتهتم بالتحكيم لأ ده حساب عندي ما حسابش عندي غيري فهتلاقي الدنيا بتبص لبعضها وتلاقي الكلام بيكتر وعندنا بسم الله ما شاء الله السوشال ميديا انت عارف الدنيا وبعيد عن السوشال ميديا إدارات الأندية الظبط كل فريق عايز حق محدش بيسيب حقه بالظبط كل فريق عايز حق وده طبيعي جداً على فكرة يعني حتى أنا اتسألت في موضوع الحكام الأجانب ممكن نحن نتكلم فيه أي حد هو بيدور على حكم أجنبي مش عشان حكم الأجنبي هو بتكلم أنا عايز حقي وده على فكرة حق مشروعي لأي فريق طيب لما بنيجي نقول حكم أجنبي عشان أنا عايز حقي ما هو الأصل أو المتوقع أو الطبيعي أو اللي احنا واسقين فيه طبعاً طبعاً إنه الحكم المصر لما بينزل المباراة هو عايز حق كل الفرق هو ما بيبصش لألوان هو عايز الحق هو كمان عايز الحق تبس بيغلط الحكم الأجنبي اللي هيجي ده ما هو ريد أنه هو كمان يغلط حتى في اللي جاي بالحكم ده طبعاً شاهدت كمتر عصان وفتاح بيتكلم عن بعض الحكام المهملين يعني هل إهمال مثلاً هل في إهمال من الحكم في المباراة الكبيرة؟ بس على عادتنا معك يا كريم برضو بنتكلم بمنطقة الصراحة صح إحنا المشكلة دايما بنتكلم لازم نحط إيدنا على المشكلة عشان نحلها مصبوط مشكلتنا إن إحنا لازم نعترض بأخطاءنا الأول لازم نقول أخطاءنا أه أخطاءنا وبالتالي حكم اللي يغلط يتعاقب حكم كبير حكم صغير في مسواه وعدالة في التوزيع وفي العقاب لما يحصل ده هتلاقي كل حكم نازل ملعب الآن إنه ممكن أغلط هتعاقب وبالتالي هتلاقي اللي موجود طول الوقت الموفق أي حكم على فكرة على مساوى العالم ممكن يغلط طبيعي جداً وتحكي أخطاء موجودة في كل على مساوى العالم بس نتكلم إن العدالة دي لما تحصل والحكم الكبير يغلط يتعاقب الحكم الصغير يغلط يتعاقب هتلاقي الدنيا انزبطت العدالة بين الحكام مش بين الأنديا بقى بين الحكام نفسهم مع بعض في المنظومة هتفركتل كده أه نحن بنتكلم على إشارة ما إنه ممكن يكون فيه حكام بيغلطوا وبيكملوا وبيفضلوا يلعبوا ويلعوا بمبارات كبيرة بتحصل بتحصل يعني بس أنا حكم مخطئ أخطأ في موراه وكل الدنيا بتجمع الخطأ وبعد ما تشتلاقيه أو ما تشنتلاقيه حكم صغير ممكن يخطئ وممكن يقعد فترة كبيرة جداً بعيدة عن الصورة حكم صغير صاعد ممكن يخطئ فالحكم نفسه الصغير حيث أن سيكون الحكم الكريم هو غلط وزي زيه ونوض في القاعة أنت غلطت وهو غلط بعد أسبوع على الحكم الكبير نزل تاني يلعب والحكم الصغير اللي غلط نفس دي حلقة تفاصلية مجاملة يعني مش هايزة أقول مجاملة بس في الآخر فيه اعتبارات تانية غير العدالة اللي موجودة بين الحكام وده على فكرة بتبقى مشكلة كبيرة جداً مع التحكمة لأني عشت ده أو أنا موجودة أنا حكم حتى لو اتجملت أنا بحس أن حتى الحكم اللي موجود معايا ببصصتي بص أن أنت خدت أكتر من حقك وده مش حالو في التحكيم مش حالو مش حالو ببا